توقيف رياض سلامة فشخ الاكتار بس في ثلاث مؤشرات بتدعي لعدم المبالغة بالتفاول واحد اقصاء غادعون القاضي غادعون هي اللي فتحت ملف اوبتيموم بس عون ممنوعة من التوسع بالتحقيق ومن سمح لتحقق مع رياض سلامة بعد توقيفه مدعي عام التمييز جمال الحجار متحجج بوجود دعوة مخاصمة من رياض سلامة ضد عون بس حجة دعوة المخاصمة ركيكة لأنه شغلة النياب العامة تكون خصمك لما تلاحقك اثنان ابعاد هيلانا سكندر عن التحقيق القاضية هيلانا سكندر هي رئيسة هيئة القضايا بوجارة العدل يعني هي اللي مفروض تمثل مصالح الدولة اللبنانية بالإدعاء على رياض سلامة بجلسة التحقيق مع سلامة انمنعت سكندر من الحضور رفض محامي سلامة حضورة وانحاز قاضي التحقيق بلال حلاوي معه الحجة كانت عدم امتلاكة ترخيص من وزير العدل لحضور التحقيق مع أن بالقانون رئيسة هيئة مستقلة وما في نص قانوني بيلزمها تاخد موافقة الوزير في تعتيم استثناء بالتحقيق مع رياض سلامة بس الأخبار اللي تسربت للإعلام عن قصد تحصل المسألة باختلاص 42 مليون دولار حصر التحقيق بهالعملية بيبعده عن قصص أهم وأكبر عمولات بقيمة 8 مليار دولار تحولت من مصرف لبنان لجهة مجهولة عبر شركة أوبتيموم واختلاصات بقيمة 330 مليون دولار عبر شركة فوري وغيرها وكأنه مطلوب يبقى التحقيق بشبهات صغيرة بدل محاسبة سلامة على الشبهات الأكبر اشتركوا في القناة